في اليوم الثالث من الشغول الرئاسي في لبنان انعقد مجلس النواب ولكن ليس الانتخاب رئيس جديد للجمهورية بل لتوصية حكومة تصريف الأعمال بالمضي قدما في مهامها وفق الأصول الدستورية على أن لا تجتمع إلا في الحالات الاستثنائية فجلسة البرلمان التي عقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق مش العون بشأن الحكومة شهدت جدلا واسعا بين النواب على خلفية هذه الرسالة ودور حكومة تصريف الأعمال وصلاحيات الرئيس في ظل الفراغ الرئاسي فماذا قدمت جلسة مجلس النواب على صعيد الأزمات في لبنان؟ وهل تشهد جلسة انتخاب الرئيس والتي داع إليها رئيس البرلمان نبيه بري الخميسة المقبل حصما مؤجلا للاستحقاق الرئاسي؟ نرحب ضيفنا من بيروت عضو مجلس النواب اللبنانية عن تكتل الجمهورية القوية وهبي قتيشة أهلا بك سعادة النائب أريد منك أنت تبعت وكنت حاضر في هذه الجلسة ماذا تختصر وماذا تعني رسالة رئيس الجمهورية وهذه رسالة نادرة؟ وكيف يمكن أن يكون التحرك السياسي في شغور في رئاسة الجمهورية حكومة تصريف أعمال وجلسات انتخاب شبه مؤجلة بأن توصي على عبد الرئيس جديد للبنان؟ مساء الخير إليك والمشاهدين أود أن أصحح خبر بالأساس أنني لست نائبا اليوم كنت نائبا في الدورة السابقة إنما اليوم لست أنا النائب عن كتلة القوات اللبنانية في منطقة عكار أما بالنسبة إلى الجلسة التي حصلت اليوم فهي جاءت بناء على رسالة من رئيس الجمهورية قبل أن يغادر قصر بعبدة بـ 24 ساعة يطلب فيها من مجلس النواب طلبا كان بإمكانها أن يطلبه قبل أن يستقي أو قبل أن تنتهي مدته بأسبوع أو أسبعين أو سلاسة لأن مجلس النواب مضطر على خلال الأيام السلاسة التي تلي الرسالة أن يتلوها أمام النواب للبحث بها لذلك أصبحت هذه الرسالة لزوم ما لا يلزم لأن لا معنى دستوري ولا معنى قانوني لها إنما هذه الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية كانت موجهة في الأساس إلى المواطنين الذين احتشدوا في القصر الجمهوري ليستهل خطابه ويقول أنني أرسلت رسالة إلى مجلس النواب تطلب كذا وكذا وهكذا يريد أن يعود إلى الشعبوية التي فقدها خلال تسلمه رئاسة الجمهورية لذلك كان الهدف من هذه الرسالة هو الحشود التي احتشدت في قصر بعبدة لحشدها وتمهيدا لمعارضة شعبية لاحقا ينوي رئيس الجمهورية القيام بها هذا المسار السياسي يعني أنت لو تربط بشكل مباشر بخروج عون من قصر بعبدة والمسار السياسي الجديد ولكن هناك دور أيضا لكتلة نيابية وازنة كتلة مسيحية تلعب دور في إيصال أو عدم إيصال الرئيس المسيحي وهذا الشغور استمر لسنوات قبل وصول عون إلى بعبدة كيف سيكرس اليوم ما أسميته بأنها الشعبوية أو حتى الكتلة المعارضة داخل البرلمان طبعا هذه الكتلة كتلة رئيس الجمهورية نحن نعلم أن رئيس الجمهورية عندما عاد من باريس من المنفى نال حوالي 70-75% من الصوت المسيحي ولكن اليوم في الانتخابات التي حصلت مؤخرا في عام 2022 لم ينال حزب رئيس الجمهورية الحصة التي نالتها القوات اللبنانية مثلا القوات اللبنانية تفوقت عليه بعدد الأصوات المقترعين وتفوقت عليه بعدد الأصوات في المجلس النيابي لذلك هذه الكتلة فقدت الكثير من وعجها خاصة بعد خروج رئيس الجمهورية من أصر بعبدة لذلك أنا أعتقد بأنه بعد الخروج هذه الشعبية ستنحسر كثيرا وهذا يظهر في الانتخابات الجامعية في لبنان نحن نعلم أن الجامعات اللبنانية خاصة ذات الطابع المسيحي تحصل فيها انتخابات كل سنة هذه السنة لم نحصل عناصر اقتيار الوطن الحر على أي مندوب في هذه الجامعات لذلك أنا أعتقد بأن شعبيته تنحسر كثيرا داخل الصف المسيحي طبعا وهو ليس له تلك الشعبية في بقية المكونات اللبنانية إنما وهج رئيس الجمهورية أعطى لهذه الكتلة بعض النواب بدعم من حزب الله لم تجبني على السؤال والمتصل بكتلة ميشيل عون في البرلمان والتحذير بأنها تذهب إلى اجتباك سياسي إن كان مع القوات اللبنانية أو سائر الكتل طيار الوطني الحر هو على اجتباك سياسي مع كل المكونات اللبنانية باستثناء حزب الله الطيار الوطني الحر ليس لديه صديق في كل المكونات اللبنانية ما عدا حزب الله لأنه يعمل بامرة حزب الله ولأن حزب الله يمده ببعض النواب في المناطق المختلطة لذلك هو على تصادم مع الكل ولكن هذا التصادم يبقى سياسي بامتياز ويهدد بالشارع ولكن الشارع اليوم مضبوط من قبل القوى الأمنية ولا يمكن التصعيد داخل الشارع اللبناني إلى مستوى تهديد الأمن أو الفوضى سواء كان من قبل كتلة التايار الوطني الحر أو أي مكون سياسي آخر القول بأن الجلسة التي حصلت هذا اليوم هي تبدد ربما الدور الدستوري للبرلمان وللسلطة التشريعية في حال الفراغ وهو انتخاب رئيس للجمهورية إلى أين سيذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري وكيف يمكن أن تكون الجلسات المقبلة وهناك انقسام سياسي حاد وغياب الدور الدولي المعهود عادة في إيصال الرؤساء أو انتخاب الرئيس الرؤساء في لبنان طبعا فريق الممانعة حتى اليوم لا يريد انتخاب رئيس الجمهورية فريق الممانعة المتمثل بحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية وعندما يحدد رئيس المجلس جلسي لانتخاب الرئيس يذهبون إلى المجلس ويصوتون بورقة بيضاء ثم ينسحبون قبل اكتمال الجلسة لذلك هم لا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية بينما القوات اللبنانية وحلفائها والمعارضة لديهم مرشح ويذهبون به كل مرة إلى الانتخابات اسمه ميشيل معوض ولكن الرئيس بري مع الأسف أو القوى الممانعة كلها مجتمعة لا تعمل على فرط الجلسة قبل أن يكتمل الانتخاب نحن نطالب بانتخاب رئيس الجمهورية فورا وأن يجتمع النواب في المجلس ولا يخرجون بأول جلسة أو تاني جلسة أو تالي جلسة حتى يخلصوا من انتخاب رئيس الجمهورية وليرشحوا من يريدون من قوى الممانعة ولكنهم لا يرشحون أحدا ويدلون بصوت وأوراق بيضاء وعندما يحين الانتخاب الجدي في الجلسة التانية ينسحبون من الجلسة ويعملون على إفقاد النصاب في المجلس النيابي لذلك هن لا يريدون اليوم انتخاب رئيس بينما نحن مصرين على انتخاب الرئيس بمجلس النواب أشكرك جزيل الشكر العضو السابق في مجلس النواب اللبناني النائب السابق وهبي قتيشة كنت معنا مباشرة مزدوهات سكاي نيوز عربية في بيروت